بالنسبة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي اللي حتبقى يوم 24 أو تأجلت ل 26 يناير لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي أعلنت الحكام واخترت فيكتور جوميز الحاكم الجنوب الأفريقي لإدارة هذه المباراة كان فيه جدل كبير وثير حوالين أنه فيه تسريبات طلعت أنه الأثيوبي بملاك تسيمبا هو اللي هيدير هذه المباراة وكل استغرب لأنه تسيمبا كان لسه الاتحاد التونسي أول مباراة استعام به لإدارة مباراة النجم والتراجل في الكلاسيكو التونسي وكان هيجي من تونس لكن درقا لكل هذه الشبهات وإبعادا لكل هذا الجدل المثار الاتحاد الأفريقي أسند إلى فيكتور جوميز الجنوب الأفريقي إدارة مباراة الأهل والنجم الساحلي يوم 26 هده لأقوله بقى أفريقي فضل أنت تستطيع أن توئد كثير من الريبة والظنون والجدل بأنك تسعج الحاجات البسيطة اللي ممكن تعفيك من كل هذه الأمور بالضبط هل يتعادل أفريقي بالتصرف العمله ده خلاص قفل سكة فيه مش بالضرورة أن كان بكاري ده يعني بملاك بملاك ده ولا ملاك يعني ممكن كان يحكم لك وتكسب وما يحصلش حاجة لكن أنت ليه بتحط الناس تحت ضغوط الشك وليه يعني ده اللي أنا عايز أقوله في كل منهجية في الإدارة لازم يبقى الإنسان فاطن أنه يبعد عن اختلاق الأزمة بالضبط بالضبط خاصة أنه مفيش خاصة أنه موضوع إنبي ده اللي تحطوا لنا فجأة إنبي بقى حدود يعني تحاد الأفريقي يا جماعة مباراة الأهلي والنجم الساحلي كانت يوم 24 الانتحاد الأفريقي أجلها اليوم 26 للأهل الطلب ولا للأهل الطرف للتحدي المصري بقى إدارة المسابقات عز عليها قوي إن الأهل يلعب مع المقولين يوم الحد وبدل ما كان هيلعب الجمعة مع النجم الساحلي اتأجلت للحد قالك لها والأهل هنسيبه يقعد أسبوع قبل ماتش النجم الساحلي ما ينفعش أم تفتق زهنهم من شوية جايبين الأهل وإنبي حطينهم بعد ماتش المقولين يعني الأهل يلعب يوم الحد مع المقولين ويلعب الأربع مع إنبي ويلعب الحد مع النجم الساحلي ده اللي أنا بقول يعني تلعب الحد وتريح اتنين وتلاتة وتلعب الأربع أنت عارف أنا لما تغيرش المعاد كان أفضل لي لأن أنا حلعب تسعتاشر عندي بقى عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين ولعب أربع وعشرين حلعب سادس يوم واخد بالك أو خمس يوم أنا كده حلعب إمتى تلات يوم تلعب تلات يوم هو ده منطق يعني أنت بتخلق لي ليه صعوبة أنا مالي أنا أرجع لي ماتش زي ما كان مثلا الله أنا أحسن لألعب أربع وعشرين مش مش مخدتش ميزة يعني وكل اللي تأجل تمانية واربعين ساعة أيو يعني مش أجلتلي أسبوع تمانية واربعين ساعة ما تستدقش أنت تجيب مباراة خطة هالي يعني عملية مضايقات ده اللي أنا لسه بقوله أنت ليه بتحط نفسك في دائرة الريبة أنا كده أقدر أستشعر أني لأ الزناتي ده بيحط للأهل فخ نفس اللي حصل قبل ماتش سانداونز يا جماعة مش معقولة نلعب ماتشين ونسافر ونروح ونتبهدل وماتشين في الوحل حتى مش هردين تنقلوا لنا الملعب بتاع المباراة الاتحاد عشان روح ملعب أريع شوية لما استهلكوا الفرقة وكانت النتيجة النهاردة أنت في جاي في ماتش مصيري زي ده هوا ده دي دي مساعدتك دي مساعدتك يا اتحاد الكرة ولا أنت يعني 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 هتجد مبرر عشان لهذا التصرف طبعا هتقول أي كلام أنا ما سيبكش أسبوع لا سيبني أسبوع لأنه أنا مش أنا كنت سيبني خمس أيام أنت سيبتاني ومين ها أنت زودتي يوم يعني بعد ملعب 24 ضفتلي 25 وحلعب 26 يعني الاتحاد الأفريقي أجل 48 ساعة أنت تضغطني ثلاث أيام تضغطني ثلاث أيام ها يعني أنا أنا كل اللي أجلتولي 24 و25 اي أنا بقولك أنت كنت يعني مش مأجلي أسبوع على حاجة وأنا وأنا أنت مأجلت ليش الماتش هو بالظروف خاصة كل قدرها وأولهم الاتحاد الأفريقي تمسي أتك حاططلي هذه المباراة ها ترتاح ليه ها يبقى لازم علامات اللي استفهام تشتغل ده كلام ده شي فعلا غريب لأنه الاتحاد الأفريقي أجل 48 ساعة بس فأنت المسافة الفاصلة بدل ما تبقى خمسة أيام يزيد عليها يومين لا أنت قمت مخلصها ليومين اتنين خاصة يلعب الحد يريح الاتنين والثلاث ويلعب الاربع خاصة أن القدر ادى لك الفرصة دي ها واخد بالك مش نتعتك أنت مالك يعني توما أنت تصر على أن تجهدني تصر على أن تعرضني للإصابات المحتملة أنت بتعمل كده ليه يعني لا يمكن ده يكون تصرف بريء من الآخر كده لأنه كمان حتى لما يعلن جدول ويقول أن أنا بيحترم الجدول طيب الكل بيحترم الجدول حصلت ظروف قهرية الاتحاد الأفريقي اقتنع بيها في تنسيق الموعيد أنه يأجل 48 ساعة طيب الأولى والأقدر بيك أن أنت اللي تحترم موعدك اللي أنت أعلنتها اتأجلت هذه المباراة خلاص بره إطارك وبره إيدينا وشي كويس شي كويس للمسابقة نفسها حتى زي كنت أنت رفعا للحرج اللي قال لي ما طلبش لكن الاتحاد الأفريقي أجل 48 ساعة تقوم دور له على أي حاجة تنغص بيها جايب مطشي إنبي من وراء وحطه في المعدة مسألة فعلا بتطرع علامة استفهام وريبة كبيرة قوي ما لهاش تفسير حتى مطش المقاولين الآن كانت من كده أنت هتلعبني إنبي بعد ثلاث تياب من مطش المقاولين يعني أنا كنت هلعب خامس يوم يوم 24 أنا بقولك هتلعب هتلعب الحد بتجهدني قبل المباراة بتاعت إنبي وبتجهدني قبل المباراة بتاعت النجم ما هو بالزبط هتلعب الحد ترايح اتنين وثلاث وتلعب الأربع ترايح خميس وجمعة وتلعب حد وثبت وتلعب الحد إيه ده مرة يومين ومرة ثلاث إيه ده يعني من الحد للحد تلعب ثمانت أيام ياخي ثمانت أيام فيهم ثلاث مطشات من ومن نجم انت فاكر إن زكرة التاريخ بتنسى الكلام ده أو إيه يعني انتعرف ده كده يومين ونص يعني ثلاث مباريات المقاولين إنبي النجم يعني ده عايز يعمل فيك إيه بيضغطك في الدوري وبيضغطك في أفريقيا ها يعني انت حتى لما كنت عتلعب مطشة 24 كان عندك خمس تيام أي وبعدين كنت عتلعب إيه بي إمتة 27 ها كان عندك خمس تيام ما هي خمسة عشرين ستة عشرين ثلاثة يام أربع تيام أربع تيام تلعب رابع يوم منحة الكاف بقت نقمة من الجبلية حولها لنا إيه يعني مشكلة ما لهاش لازمة ما فيه شفافية لأ ما فيه شفافية حدارة المسابقات كمان قرر التعديل بعض الموعيد مباريات الجولتين خمستاشر وستاشر الإسماعيل والإنتاج الحربي خمسة مساء تلاتين يناير في الإسماعيلية الاتحاد السكندري واسموحها سبعة ونص مساء الخميس تلاتين يناير في اسكندرية والجولة الستاشر أسوان والإسماعيل اثنين ونص يوم الاثنين ثلاثة فبراير في أسوان الانتاج الحربي مع الاتحاد خمسة مساء الاثنين ثلاثة فبراير باستياد السلام وقررت زي ما أولتلك تقديم معاد مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الخمستاشر والكلام إيه بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل للأفريقي لتقام هو ما فيش اتساع ده انت خنقته خلاص لتقام سبعة ونص مساء الأربع مباراة افسي مصر مع بيراميس مقرر لها يوم تسعة وعشرين يناير سبعة ونص مساء بدلا من الخمسة يعني كله انت بتأجل بس ساعتين في عدة مباراة تتاجه ناحية تحريك هذه الموعيد اشتركوا في القناة